أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد متعودين في كل فيديو بنقول لو عجبك الفيديو اضغط على اللايك لكن هنغير الجملة دي في شرح اليوم لما تجرب التطبيق موضوع الشرح وعجبك التطبيق اضغط على اللايك التطبيق اللي هتكلم عنه اليوم تطبيق ممتاز لا يحتاج أكواد لا يحتاج تسجيل دخول أو إنشاء حساب لا يحتاج مشغل خارجي بمجرد ما هتثبت التطبيق بدون أي إجراءات هتلاقي إن التطبيق هيشتغل معاك ويعمل بكفاءة وأنا حاجب أوضح إن تطبيقات لستريمينج أو المشاهدة المجانية لا يوجد بها أي ضمانات يعني في تطبيق بيبقى أنا مجربه وتطبيق بيعمل بثبات وتلاقي إن التطبيق بعد الشرح وبعد ما بينزل ممكن أنك إنت في أي وقت تجربه تلاقي إن التطبيق فيه تقطعات أو أنك تلاقي إن التطبيق توقف أو التطبيق تحول من مجاني لمدفوع لأن زي ما قلنا إن مفيش أي ضمانات تطبيقات المشاهدة أو الستريمينج المجانية أنا دايما هدفي الأساسي إن أنا أقدم لك كل ما هو جديد وكل ما هو مميز بحاول إن أقدم لك أي إفادة في القناة وده طبعا لإنك مهم عندي ولكن للأسف بتبقى فيه بعض الأمور خارجة عن إرادتنا التطبيق الأخير اللي أنا نزلته كان التطبيق مفروض إنه هيشتغل أو هيعمل لغاية 28 يناير القادم في 2025 ولو لاحظت في أثناء الشرح إن كان مكتوب إكس باير 28-2025 لكن للأسف بعد نزول الفيديو وبعد تقريبا مع عدد كبير من المشاهدين بدأ إن هو يثبت التطبيق فالتطبيق توقف من المصدر وأنا حاولت إن أنا أقدم حلول بديلة لبعض التعليقات ولكن للأسف إن التطبيق توقف ده شيء خارج عن إرادتنا دايما بحاول أجرب أي تطبيق قبل ما أقدمه وأتأكد إنه شغال كويس وإنه بيعمل بثبات لإني في عدد كبير من التطبيقات اللي أنا مش بنزلها على القناة لما بلاقي إن فيها مشاكل لكن التطبيق ده بعد ما تأكدت تماما إنه التطبيق بيعمل وإنه مليان بالعديد من الأقسام والمزايا وإن التطبيق ثابت وإنه هيدي فترة لغاية شهر واحد القادم في 2025 فأنا نزلت الشعر لإنما توقف التطبيق خارج عن إرادتين النهاردة هقدم لك تطبيق متميز تطبيق ده فيه ثلاث أقسام القسم الخاص بالقنوات رير مهم لأن القنوات اللي فيه محدودة والقنوات اللي موجودة داخل القسم الأول أو قسم القنوات قنوات تقريبا رير مميزة لكن القسمين التانين اللي موجودين في التطبيق قسم الأفلام قسم المسلسلات هيعجبوك لأن هتلاقي فيهم كم كبير من البرامج المتنوعة وهتلاقي فيه تنوع في المحتوى اللي موجود هتلاقي فيه العربي والأجنبي والأسيوي والجديد والقديم هتلاقي فيه تنوع سواء في الأفلام أو في المسلسلات والتطبيق أنا جربته زي ما قلتلك إنه مميز لا يحتاج أي أكواد لا يحتاج VPN لا يحتاج تسجيل دخول بمجرد ما هتثبت التطبيق هتلاقي شغال عندك على جهازك ويريد بعد ما تجرب التطبيق ويعجبك تكتب لي تعليق رأيك في التطبيق وتضغط على اللايك على الفيديو الشرح على جهاز Tanex TX2 بنظام التشغيل الأندرويد وخطوات بتنطبك على كل الأجهزة بنظام التشغيل جوجل تيفي أو بنظام الأندرويد تيفي أو أجهزة الفايرستيك هنبدأ ندخل فيه تطبيق دامن لودر هنبدأ ندخل فيه مستطيل البحث هنبدأ نكتب سبعة اتنين سبعة سفر ستة تمانية كتبنا فيه مستطيل البحث سبعة اتنين سبعة سفر ستة تمانية هنبدأ نضغط على جهو هنوصل للمستطيل الأزرق فيه منتصف الشاشة ونضغط عليه أوكيلي بداية تنزيل ملف الابك هل تريد تثبيت هذا التطبيق بنضغط على تثبيت تم التثبيت هنضغط على تم هنضغط على دليت لحسف ملف الابكيه هنضغط على دليت التاني هنرجع للصفحة الرئاسية وزي ما متعودين بنضخل أو بنستخدم أي تطبيق من التطبيقات اللي بتزار التطبيقات المرفية زي أبس مانيجر بنضخل فيه تطبيق أبس مانيجر هلاقي التطبيق موضوع الشرح موجود من ضمن التطبيقات هوصل له وهضغط عليه أوكيلي إضافته في الصفحة الرئاسية تم إضافته في الصفحة الرئاسية هنرجع باك للهوم سكرين وهنبدأ نوصل للتطبيق موضوع الشرح نضغط أوكيي بتظهر معاك رسالة بتنزل عند لاحقة بتضغط أوكيي بتلاقي مكتوب عندك لوجين بتضغط على باك بتدخل في التطبيق مرة تانية بيظهر معاك الأقسام المتاحة qua 3 أقسام والواجهة مبسطة زي ما قلنا أول قسم live ده بتلاقي فيها عدد محدود من القنوات يعني القسم ده تقريبا مش مهم في داخل التطبيق لانها هتلاقي حتى القناوات الموجودة read مميزة بعد كده فيه عندي القسم الثاني أفلام وفيه قسم مسلسلات هتلاقي في قسم الأفلام لو دخلت فيه هتلاقي ان التطبيق سهل في استخدامه وتلاقي فيه عدد كبير من البرامج المتنوعة هنا في الشمال بتختار من القايمة اللي موجودة حسب ارتياحك فيه عدد كبير من البرامج المتنوعة والصورة كويسة التطبيق مليان بالجرافيكس اللي بيديله شكل جمالي الواجهة بتاعته جميلة وكمان مش هتلاقي فيه تاريخ للتطبيق يعني التطبيق متاح والتطبيق بيعمل بتاريخ نزول الفيديو التطبيق شغال بامتياز انا جربته مفيش اي تقطعات وكل البرامج الموجودة تقريبا شغالة بامتياز انصحك انك تجرب التطبيق ده هيفرق معاك تطبيق من التطبيقات الجميلة هنجرب بقى ان احنا نوصل او نثبت التطبيق مش هلاله متصفح جوجل كوروم للي عنده مشكلة مع التطبيق ده من دودر بندخل فيه أبس بنوصل لمتصفح جوجل كوروم بنطلع نوصل لمستطيل البحث في متصف الشاشة بنبدأ نكتب اي اف تي في دوت نيوز سلاش سبعة اتنين سبعة صف ستة تمانية بعد ما كتبت اي اف تي في دوت نيوز سلاش سبعة 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 ستة تمانية بضغط على انتر هنوصل للمستطيل الازرق في منتصف الشاشة هنضغط عليق اوكي لبداية تنزيم ملف الابكي بتظهر معاك رسالة تحذيرية في اسفل الشاشة لان التطبيق بيتم تثبيته من خارج متجر جوجل بلاي فالرسالة دي معتدين عليها هاوصل اضغط على الاوكي اللي موجودة في الرسالة هيبدأ في خطوات تنزيل ملف الابكي وبعد الانتهاء بيظهر معايا اوبن بضغط على اوبن واكمل باقي خطوات تثبيت التطبيق لو الرسالة دي اختفت زي ما واضح كده قدامك مكتوب عني اوبن وتقدر انك توصل للاعدادات جوجل كروم الموجودة الايكونة الموجودة في اعلى الشاشة فوق في الشمال تضغط عليها وتوصل لقسم الداول لوتز هتلاقي ملف الابكي موجود لو ضغطنا على اوبن هيبدأ في خطوات تثبيت التطبيق وهتبدأ تكمل باقي الخطوات هنرجع للصفحة الرقصية ولو عجبك التطبيق ما تنساش تضغط على اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته